اشتركوا في القناة لكن دلوقتي لو شفنا الحملات الموجودة هي صحيح موجودة في الوحدات المحلية وفي وحدات الصحة لكن ربما محتاجين انها تظهر اكتر او تتواصل اكتر موطن انباليح وزارة الصحة اطلقت ضمن مشروع تنمية الاسرة المصرية حملة تنشطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة والصحة الانجابية بالوحدات الثابتة وبالعيادات المتنقلة لما انا اسئلة كتير عن هذه الحملة هتوصل لفين هنقدر نعمل ايه هنقدر نوصل لمن دكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة مشرفنا النهاردة في سوديو صباح الخير مصر صباح الخير فانت صباح الخير على حضرتك وعلى الجمهور المصر كله اهلا بحضرتك فان خليني ابدأ من السؤال اللي ربما كنت بتكلم عليه احنا حنوصل لمن يعني احنا مترجتين مين او مستهدفين مين في الريف او في الحضر حنوصل لهم ازاي ومقدم لهم ايه طيب الاول احنا مستهدفين مين احنا مستهدفين الاسر المصرية والستة المصرية من عمر 16 تسعة واربعين سنة اللي هي فترة الانجاب ان احنا نوصل لها علشان نوعيها ونقول لها بخدمات تنظيم الاسرة اللي موجودة ده التارجد بتاعنا اه السؤال التاني كان ايه حضرتك حنروح لهم ازاي حنروح لهم ازاي احنا من خلال الاعادات السابتة اللي بتوصل حوالي خمس سلاف لا مش نروح لهم كده مروح لهم ازاي بوسائل حنوصل لهم ازاي ان احنا هنوعيهم بقى حنوصل لهم ازاي حنوصل لهم من خلال الرائدات الريفيات انا عندنا 14 الف رائدة رفية دولا موجودين بيعملوا زيارات منزلية ما يقارب من 16 مليون زيارة في السنة فهم دولا بينزلوا قبل الحملة باسبوع واثنين يبتدوا عارفين المستهدفات بتاعتهم من السيدات يبتدوا يزروهم ويقول لهم ان في خدمات هتتم في الفترة الفلانية وانك انت ممكن تيجي تستفيدي منها بخدمات كذا وكذا وكذا وانك انت تبتدي تنظم اسرتك وتاخدي وسيلة من الوسائل وبنركز دايما على الوسائل طويلة المفعول لان احنا دلوقتي في مشروع تنمية الاسرة عايزين نعمل نتائج سريعة فبالنسبة للست الاقمن والاكثر فعالية دايما نقول ايه اللي هي زي اللولب او الكابسولة انها بتحطها دي تماشر سنة ودي ثلاث سنين ما نجيش اقول لها اخد اقراس وننسى وكذا فنمرى واحد معايا يا الرائدة الريفية نمرى اتنين معايا مسئولي الاعلام دولا حوالي تلتمية مسئولي اعلام تنظيم اسرة على مستوى الجمهورية برضو دولا بينزروا بيعملوا ندوات في مراكز الشباب وفي الوحدات الصحية وفي اماكن تجمعات الرجال وفي كل الحاتة اللي ممكن يتحركوا فيها برضو بيقولوا للناس الخدمات اللي موجودة وان في حاملة وان الحاملة دي مجانية وان احنا بنوفر وسائل جديدة وكلام ده كله فهي دي الاساس بتاعنا طبعا زائد ان احنا على السوشيال ميديا في صفحة اسمها حقك تعرفي دي برضو بنزلهم بيها ان في خدمة من قبلها كذا وهتبقى الخدمة متوفرة في محافظات كذا وفي الفترة الفنانية فده التارجة ان احنا بنوصل فيه احنا احنا مقصرين شوية في حتة التلفزيون لكن ان شاء الله الفترة الجاي بإذن الله نكون معاهم برضو من خلال التلفزيون طيب دكتور المفروض ان هذه الحاملة بدأت في الفعل من يوم اربعة مستمر الحد امتى وعيز اعرف المحافظات كمان اللي هتكون متوجدة فيها هذه الحاملة احنا بنشتغل من يوم اربعة لغاية يوم خمسة وعشرين وخلال الشهر ده احنا بنغطي كل محافظات الجمهورية حاملة زي حملة التطاعمات بتبقى الحملة دي حملة توعوية خدمية يعني احنا بنوعي الناس زي ما قلت السيادتك قبل ما نبتدي واسناء ما احنا بنقدم الخدمة وبعدين بنقدم الخدمة والخدمة دي بتبقى خدمة مجانية كل الخدمات اللي احنا بنقدمها سواء كانت الوسائل سواء كانت خدمة الكشف خدمة المشهورة خدمة الموجات الصوتية او الصنار كل الحاجات دي كلها بتتقدم للست او الطفلها بتتقدم من المجان فبتستمر لمدة 3 اسابيع بنستهدف الستات اللي هما زي ما قلنا في سن الانجاب بنبقى عايزين نوصل لأكبر حجم من السيدات على اساس ان احنا نقدر نعملهم نحميهم من الحملة الغير مخطط لها لان الستات بتبقى عايزة مثلا تنظم ساعات بس مش عالفة تنظم ازاي او تاخد منين الوسيلة فاحنا بنوفر لها العملية دي مايحس ان احنا زي حملات التطاعم كده لما بتنزل تبقى على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الادارات كلها والمراكز وقرى حياة كريمة نفس القصة احنا برضو بالنسبة لحملة تنشيطية لتنظيم الاسرة الحملة دي ليها علاقة بحملة 100 مليون صحة جزء منها تتكامل معها ولا دي حاجة دي؟ اه طبعا بتتكامل معها لان 100 مليون صحة احنا بناخد الاسرة كلها بجميع الخدمات من خلالها وبعدين الحملة اللي احنا بنقدم خدمات تنظيم الاسرة الست اللي بتيجي الوحدة الصحية فاحنا برضو بنقولها على بقية الخدمات اللي موجودة في الوحدة مش خدمات تنظيم الاسرة بس لا كل الخدمات اللي موجودة ان هي ممكن تحصل على هذه الخدمة طالما ان هي هتزور الوحدة الصحية او وزارة الصحة فكل الخدمات بتبقى متوفرة بالنسبة لها ان هي تاخدها طيب دكتور بما ان حضرتك معينا دلوقتي خلينا برضو نعرف منك كده مبدئيا من يوم اربعة حتى اليوم يعني تقريبا عدى اسبوع العدد من السيدات عدد السيدات التواصلوا او عارفوا عن هذه الحملة او بالفعل زاروا هذه الوحدات الصحية قد ايه يعني يتناسب مع المستهدف دي حاجة تاني حاجة لو دلوقتي طبعا يعني فيه سيدات بيتفرجوا علينا ايزا عرف من حضرتك ممكن يعرفوا من ازاي ان هذه الوحدة او الحملة دي موجودة في كل محافظة هما تباين ليه طيب انا عاوز اقول السادت كان احنا في الحملة اليوم العمل اللي احنا بنعمله في الحملة تقريبا بيجيب 8 ايام عمل من الايام الفعلية يعني 8 اضعاف 8 اضعاف من الشغل بتاع اليوم العادي دي نقطة مرة واحد الست هتعرف منين دي فرصة حضرتك كويسة انا حاجة بتقوليها احنا من خلال عندنا الخط الساخن اللي موجود في قطاع السكان وتنظيم الاسر في وزارة الصحة فيه خطين ممكن تتصل بيهم خط عن طريق التليفون الارضي وده 080038 0800 قولتاني 0800 0800 ده بتتكلم من الخط الارضي وده بتبقى الخدمة مجانية من يوم الحد لغاية يوم الخميس في اوقات العمل من الساعة 9 لغاية الساعة 5 اي استفسار او ان هي اي شكو عازة تتقدم بيها او في قبلتها اي مشكلة او هي عازة تعرف مكان تقديم الخدمة فين احنا ممكن نوجهها للمكان تقديم الخدمة نفس القصة فيه خطة تاني ساخن ده من الموبايل 19 55 9 ده برضو هيرد عليها حد من على التليفون ويقولها لو كنت عايزة خدمة تنظيم الاسرة فادوسي مثلا رقم واحد او رقم اتنين هتدوس رقم اتنين هيتحول الخط عندنا فرضو في القطاع وهنرد عليها وهنوجهها ونشوف اسئلتها اللي هي عايزها ايه ونرد على الاسئلة اللي هي برضو عايزها طيب وعدد السيدات اللي قدروا هما يستفيدوا من هذه الحملة حتى الان طبعا احنا بنحصر العدد بس بعد ما الحملة بتنتهي يعني ما بنبقاش ماشين بقى بصفة يومية لكن هي الحملة بتبقى كويسة وبيبقى التركيزة ما قلت لحضرتك على وسائل طويلة المفعول وبالمناسبة برضو انا اقول الستات يعني بالنسبة لمصر احنا عندنا تسعة وسائل موجودة قبل كده يعني عندنا الحبوب الاحادية والحبوب المركبة وعندنا الحقن الاحدية والحقن المركبة عندنا اللولب النحاسي عندنا الكابسولة عندنا الواق الزكري عندنا اللبوش الموضعي وعندنا حبوب الطوارئ دولة التسعة الأساسيين وزارة الصحة في الحقيقة في الفترة الأخيرة في مشروع تنمية القصة يعني يعزوني القطع كلام حضرك استأدنك تعيد مرة أخرى على السادة المشاهدين الخط الساخن رقم الخط الساخن وأيضا رقم الأرضي عشان زميلنا في العداد يكتبوه لنا يعني يكتبوه مام السادة المشاهدين بالنسبة للخط الأرضي 0800 388 0800 بالنسبة للخط الموبايل 19 55 9 ده بيتصل بيهم من الحد للخميس من الساعة 9 الصبح لزارة 5 بعد الظهر موقعة العمل يعني احنا بنرد على السيدات من خلال وزارة الصحة في أي استفسار في أي شكوى في أي حاجة هم محتاجينها أي حاجة بتخص الوسائل أو حتى شكوى حدي شافوها في أي وحدة صحية حاجة مش عاجباهم أو أي حاجة هم محتاجينها احنا بنتواصل معهم وبتبقى العملية السرية وبنشوف ايه هي القدمة اللي هي عايزها ونرد عليها فاكمل بقى لسيادتك فاحنا موفرين 9 وسائل دولار اللي موجودين من فترة احنا الحمد لله وزارة الصحة نجحت في النهاية توفر بقى أربع وسائل جداد وهم في الحقيقة أربع وسائل غالية لكن احنا بنجيبها للمرأة المصرية وبنقدمها لها بالمجان على رأسها اللولاب الهرموني ده حضرتك يمكن مصر أول دولة تدخل حاجة زي كده بالنسبة للباكتج بتاع المنافذ الحكومية اللولاب الهرموني ده الناس ما كانتش بتلاقيه وكان موجود في القطاع الخاص بس وكان 8 ألف جنيه فده وزارة الصحة وفرته وموجود دلوقتي في مراكز أحالة موجودة عندنا وبيتقدم للستات والباكترة كلها متضربة عليه وبيتقدم بالمجان كل الوسائل بتاع تنظيم الأسرة بتتقدم من خلال وزارة الصحة بالمجان في القراص بقى الجديدة اللي هي موجودة قراص منع الحمد سواء كانت الأحادية أو المركبة دي برضو وفرناها للسيدات الجيل الجديد ده بيبقى نسبة الهرموني بتاعتها أقل الفعالية أكتر الأثار الجانبية بتاعتها بتبقى أقل من القراص التانية فبرضو دي وفرناها للست برضو فيه لولاب اسمه لولاب المالتلود أو الشوجيري ده برضو وفرناه علشان نركبه للسيدة أثناء القيصرية وده بيكون أكثر ثباتاً كمان من اللولاب المحاس الدكاترة اللي هيشاركوا في الحملة تم اختارهم إزاي وتوزعوا إزاي والأماكن هتبقى يعني بالنسبة للوحدات المتنقلة عارفين لوحدات السابتة تبقى الوحدات الصحية السابتة اللي معروفة في كل نجعة أو قرية أو مركز لكن الوحدات المتنقلة دي يعني الناس تعرفها إزاي وزارة الصحة عندها 582 عيادة متنقلة بتستخدمهم على مستوى الجمهورية تمام إحنا بنقترر الأطباء المشاركين معنا بيكونوا إما أخصائيين إما استشاريين بناخدهم إما من الرعاية الأساسية اللي موجودين معنا شغالين معنا أو إن إحنا بنستعين بيهم من مستشفى الطب العلاجي من مستشفيات وزارة الصحة بناخد أخصائيين النساء وبينضموا إلينا علشان نزود كمية الأطباء المشاركين في الحاملة اللي هيقدموا الخدمة وبيكونوا طبعا مدربين على تنظيم الأسرة وعلى تركيب اللوالب والكابسولات والحاجات الحديثة ونبتدي نقطر الأماكن كل يوم بيختلف المكان اللي إحنا بننزل فيه بس طبعا بنستهدف القرى حياة كريمة بنستهدف المناطق اللي هي ممكن تكون مش متغطية بالخدمة الصحية المناطق الصناعية المناطق اللي هي تعتبر جديدة الشباب بيبتدي يسكن فيها المناطق اللي هي المدن الجديدة كل دي بتبقى مستهدفينها احنا من خلال الحاملة اللي احنا بنشتعل فيها طيب دكتور لو هنتكلم كمان عن جانب آخر اللي حي ممكن مختلف وبعيد عن الصحة هو إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحاملة ده ايه أهميته وتكلمنا عنه بشكل عامل نوادي المرأة الفكر بتاعها إن أنا عايزة أعمل تمكين للمرأة عايزة أعمل تمكين اقتصادي وصحي وابتماعي اقتصادي إن أنا في نادي المرأة بوفر للستة إن هي أحاول أديها مهارات أديها خبرات إن هي تنمي شخصيتها مهاراتها اليومية مهارات يدوية إن هي تتعلم الخياطة تتعلم حرفة تتعلم حاجة بحيث إن أنا أوفر لها دخل سابت كل شهر يبقى موجود أنا من خلال بقى الحملات ومن خلال القوافل اللي احنا بنعملها بحاول إن أنا أعمل بقى للستة معارض لهذه المنتجات بحيث إن أنا أساعدها في التسويق بسوقها لها والدخل بتاعها بيخش إيه للستة اللي هي تطور مشاركة معايا في النادي بيبقى إيه ليها هذا الدخل بعد كده عشان كده إحنا دايماً في الحملات بتاعتنا وفي القوافل دايماً بيبقى بجانب الجزء الخدمي بيبقى فيه جزء تمكين اقتصادي بالنسبة للمرأة ونعمل لها هذه المعارضة ألا يا حاليح نحن بنشكرك يا دكتور الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة شكراً جزيلاً لحرارك ربماً نكلمتنا عن الحملة اللي حتنطلق يعني أو انطلقت بالفعل من أجل تنظيم الأسرة نتمنى أن كل المصريين اللي سمعيننا يعني يشاركوا في هذا الأمر طبعاً يعني بنشكر حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة لاحقاً لك شكراً